حكاية تانية واللي هقولهولك ده عشان سواء بقى تنفى حد قال كلام غيره سمعت جملة كده جملة كده الموضوع هتحاول يتلم يهدى اي حاجة اللي هقولهولك ده بنسبة 100% معلومة صحيحة مش 99% تعرفين انا عادة فيه معلومات اقولك ايه غالبا هيحصل كذا غالبا حصل كذا لكن 100% فهي 100% حكاية محمود عبد المنعيم كهربا وغيابه عن مران النادي الاهلي النهاردة التسريبات او الاخبار الصحفية التي نقلت عن مصادر في النادي الاهلي اتقال انه اللاعب غاب عن مران اليوم بسبب ارهاق وديف عليها انه هيتم تغريم اللي اتنين مايجوش جمع بعض يعني ايه يعني لو اللاعب مرهق والاهلي ارتضب ده انه مايجيش المران فبطبيعة الحال مش يبقى في غرامة صح كده ولا اقا طيب ايه يا كريم اصل الحكاية ايه الحوار كهربا ما راحش المران ليه النهاردة كهربا ما راحش مران النادي الاهلي النهاردة علشان راحت عليه نوم علشان راحت عليه نوم هل هو مرهق نعم عضليا لا الارهاق دايما في لعبة الكرة بيبقى عنده ارهاق عضلة يعني فمش قادر يجري وش قادر يشتغل بس هو مش مرهق عضليا الراجل كان عنده ظروف مرض لوالدته وكان بحسن معرفنا يعني راح معاها المستشفى لحد ساعة متأخرة من صباح الامس ولما روح متأخر نام نام لحد ما بعد مران او بداية مران النادي الاهلي ومقدرش ومقدرش ان هو يروح المران بعد مصحي من النوم ده الارهاق ساعة ساعة تسعة مساء يعني ده الارهاق اللي كان فيه محمود عبد المنعم كهربا هو مش ارهاق عضلي هو بس راحت عليه نومة فما راحش مران النادي الاهلي وبحسن معلوماتنا النادي الاهلي سيغرم كهربا بعد غيابه عن مران اليوم دي الحكاية الاصلية لمحمود عبد المنعم كهربا او غيابه النهاردة عن مران النادي الاهلي راحت عليه نومة